احتمالات إجراء الانتخابات المبكرة تبدو ضعيفة في ظل وجود معرقلات أبرزها ملف المحكمة الاتحادية غير المكتملة بعد أن ازداد عدد الأعضاء الشاغرين فيها إلى ثلاثة وعدم حسم القانون الذي يتيح للمحكمة تعويض أعضائها غياب عضو واحد أصلا معرقل ومعوق للمسألة ولهذا على البرلمان وعلى رئاسة البرلمان أن تمضي بهذا القانون مباشرة بعد حسم الجدل حول قانون الانتخابات أن تمضي مباشرة بمسألة قانون المحكمة الاتحادية لأنهما أمران لزامان لإجراء انتخابات مبكرة كما تعلم بدون محكمة اتحادية سوف لن يكون هناك انتخابات الخلافات الأخرى التي تواجه قانون المحكمة الاتحادية هي تحديد صفة المرشح الجديد بين أن يكون قاضي أم خبيرا في الفقه الإسلامي فضلا عن الخلافات حول الجهات التي تتولى ترشيح القضاة البدلاء ضرورة الإسراع الفوري والحتمي بإقرار يما تعديل قانون المحكمة الاتحادية العلية أو إقرار القانون أو التشريع الأصلي بناء عن نص المادة الدستورية 92 المسؤولية كبيرة جدا النصاب اختل خللا كبيرا وتعطيل المؤسسات الدستورية وخصوصا المحكمة الاتحادية العلية يلحق ضررا بالغا ومن أبرز الإشكاليات التي تعرقل إجراء الانتخابات والمتعلقة بتعطيل المحكمة الاتحادية هي الفترة التي تحتاجها إلى المصادقة على نتائج الانتخابات والبت في الطعون المقدمة لها فراس الدليمي قناة الفلوجة بغداد